رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي يلتقي بمنافسه السابق على منصبه الجديد المنفي يبحث مع عقيلة صالح دور البرلماني في تأهيئة الظروف أمام منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ينتهي اللقاء ليخرج عقيلة أمام أعياناً وحكماء ليقول إن مبادرته للسلام قد نجحت ويؤكد إبلاغه رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة بالتمسك بالمشاركة في السلطة التنفيذية والعدالة في توزيع إرادات النفط والسلك الدبلوماسي يستكمل الرجل جولته ليعود إلى طبرق ويلتقي بحسب مكتبه الإعلامي الاثنين بأعضاء من مجلس النواب عن الجنوب لبحث مشاكل الجنوب وحاجاته وتشكيل الحكومة الليبية المرتقبة والمهام المناطة بها قبل ذلك وعند الوصوله إلى بنغازي يلتقي المنفي بحفتر ويثير معه سيلاً من الجدل والتساؤلات عند للات الاختيار الأول للزيارة التي قال إنها من أجل وحدة الوطن وسلامة أراضيه والغاية بحسب تعبيره رفع المعاناة عن المواطن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الجديد وفي محاولة للإجابة عن التساؤلات المثارة حول الوجهة المختارة يؤكد للأحرار بأن الزيارة ليست لمدينة بعينها وأن الرجل سيزور كل مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً ليتجه بعد ذلك إلى جامعة بنغازي حيث الهيئة التدريسية والأكاديمية التي قال إنها تلعب دوراً في مواجهة تحديات الملفات السياسية والاقتصادية من بنغازي إلى طبروك حيث أعين المكونات الاجتماعية الذين طلبهم بالاستمرار في المحافظة على النسيج الاجتماعي يستكمل رئيس المجلس الرئاسي الجديد الجولة بلقاء أعضاء من مجلس النواب لمناقشة التئام المجلس وجلساته المرتقبة ووضع الترتيبات اللازمة لمنح الثقة للحكومة الجديدة ينتقل المنفي إلى البيضة ليلتقي في قاعة البرلمان بالمدينة بأعضاء مجلس النواب واللجنة الحوار ومجموعة من الأعيان وأفراد من المنطقة العسكرية لبحث شكل المرحلات القادمة زيارة المنفي إلى الشرق الليبي لا زالت قائمة في وقت يعلن فيه رئيس الحكومة الجديد في بدء العمل على تشكيل الحكومة التي تنتهي مهلة تشكيلها والمصادقة عليها من البرلمان خلال أقل من أسبوعين ما يطرح تساؤلات عن الخطوة والوجهة القادمة لرأس السلطة الجديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر